اشتركوا في القناة حول يسوع خفز الحياة موضوعنا الليلي هو الأقليات بهالشرق هل هي على طريق الزوال اي دور يمكن بعد تلعب اليوم في ظل هالصراعات الكبيرة بين الأكثريات ومين بيحميها بالمستقبل أسئلة هاي الأسئلة وغيرها الليلي رح نحاول نطرحها على الدكتور واقل الخير المدير التنفيذي لمؤسسة حول الإنسان والحق الإنساني هل لو سارى فيك أستاذنا الليلي معنا ضيف كريم رح حاول أنا وياك نبحث هالموضوع الأقليات من عدة جوانب ونتنور شوي عن هالموضوع هيدا أهلا وسهلا فيك شكرا بداية اللي بنقول أقليات شو بنقصد؟ يعني هني عددهم قليل هني فكرهم مغير عن الجماعة اللي هني حوليها هني عددهم كبير ولكن منتشرين بكذا بلد بش قادرين يشكلوا هاي تكتل مع بعضهم فضايعين كل واحد قصر شو بنقول بس نقول أقليات مين عم نعني؟ هي كلمة أقلية تشير إلى العدد بالأساس أقلية يقابلها أكترية الأقلية والحالتين هي أعداد الأقلية عدد قليل الأكترية عدد أكبر بسرعة عامة هيدا هو التحديد هلأ يستتبع الأقلية والأكترية نماذج من التصرف مسلكيات معينة هلأ هوني في عندك شغلة صارت بالتاريخ حد فاصل بالتاريخ في إحدى الحضارات هالي هي اسمها الحضارة الغربية اتطورت بشكل آخر 300 سنة دخلت بمرحلة جديدة بناء على شي صار بها الحضارة الغربية هو عصر الأنوار بعصر الأنوار ركزوا على قيمة الإنسان بالاستقلال عن أي معيار آخر يعني فصلوا من مجموعته صار قيمة بالإنسان معادة مستبدي مضافي من مجموعة يا إما مجموعة هو أكترية عنده هو أكتر أو أقلية عنده هو أقل صار كونك إنسان عندك حق هلأ هيدا تطور من أهم ما يكون بتاريخ البشري لسوء الحظ محصور بحضارة وحدة اللي اسمها الحضارة الغربية فإذا الأقلية بدنا نشوفها بالحضارة الغربية شو وضع وخارج الحضارة الغربية شو وضع بالحضارة الغربية في عندك الأقلية يحميها القانون بخارج الحضارة الغربية المجموعات يحميها العدد إذا عندك عدد تحمي حالك بالعدد مش بالقانون بينما بالحضارة الغربية يحميك القانون هلأ إذا كنت أنت أقلية وما عندك حماية القانون ما عندك حماية العدد بتصفي مهيأ وبتصير بخطر زويل الأكترية إذا اضطهدوها خسرت حماية القانون لكن يبقى لها حماية العدد تعطيك مثل واضح بالعراق في أكترية شيعية 60% من سكين العراق شيا الحكم لفترة أصيري كان سني عا أيام صدام حسين صار اضطهاد كبير للشيا حسب بعض الأحصاءات تذكر 700 ألف شيعي قتلوا طيب شو صار بقوا الشيعة أكترية حتى هن اليوم بالحكم فإذا كأكترية مع أنه ما عنده حماية القانون كان عنده حماية العدد أما الأشوريين أو الأزيديين لأن ما عندهم حماية القانون ولا حماية العدد وقتلت تهضون تقريباً زيلوا فإذا الأقلية هي بالنتيجة بدنا نسعى يكون عندها حماية القانون لإله وهي دي حول الإنسان لكن بهذا الوضع الذي نحن فيه موجودين بالشارع لدينا كثير من الأقليات على ما يبدو حتى كما نقول اليهود هن أقلية يعني حتى كوجود يهودي هو أقلية يعني هن كمان بهذا المفهوم المسيحيين كمان بهذا المفهوم الأزيديين الفرق اللي من التطورت أو شقت على الإسلام كمان هي منها الأقليات هادي طيب هادي لازم تعمل تكتل فيما بينه يعني لازم هن هادي يتجمعوا على بعضهم تصيروا الأقليات يرجعوا يعملوا عدد بوجه الأكترية ولا مش هيدا الحل ولا هيك بتصير بالعكس عما تكون عندها عمل أنا ما شيف هيدا الحل ولا في إمكانية يكون الحل لأن الأقليات بحالة انهيار معنويات ما عادوا بيقدروا حتى يعملوا تكتل بين بعضهم لأن التكتلات بحاجة بكي عام الجغرافي بعد لويت كمان بعيد عن بعض فعندك الابتعاد وعندك المعنويات وعندك بحسوا حالهم انه بالكيد نفدوا هادي منهم بوضع يعملوا لأن كمان مرة ثانية التكتل والنقاشات والحوارات والاتفاقيات هاي مربوطة بنظام ديمقراطي نظام فيه حرية أما نظام اللي فيه قمع بده السترة والسلامة ما تطلب منهم يعملوا هالشي هلا اللي بيقدروا فيه في عندك مسألة هون بالشر الأوسط يعني واحد لازم يشوفها مثلا في عندك أقليات كتير مثل ما قلت السيسوني هايدي إلا سبب بالواقع سبب وجود هالأقليات بها الكثرة تعود لسببين واحد منها بالأساس منطقة فيها حضارات كتير كل حضارة خلقت نظرطة خلقت دينة حتى خلقت نظرطة لالله للآخر لكذا بالأدين هلأ السبب التاني هو الإسلام الإسلام حافظ على الأقليات وخليني وضح لك إحسا ما يثقف هنا مع أنه نحن نشكب من النوع إيه طب أصل لك لإيه في مرحلتين بالإسلام في المرحلة الأولى هالي فرضوا نظام ذمي نظام الذمي هو نظام يحمي الأقليات طبعا بحطها بملزلة دونية ولكن طبقتين طبقتين في عندك حتى إذا بتقرأ مثلا كتاب أحكام أهل الذمة لإمام الجاوزي شيء مزعج جدا لإذا واحد منه مسلم ولكن حياتك وأموالك بأمان شرط أنت تقبل بمنزلة دونية تجاه المسلم طيب بهاي ديك اللي يمكن ماشى الحال هلأ اللي صار بالقرن التاسع عشر صار تطور مهم هاللي نظريا منطلع منلقيه أنه من الإشياء المهمة الإصلاحات الإثمانية الجلخاني الخطي الشريف الأخرية هاللي حكيوا بالمساوات بين رعاية السلطنة هلأ هوني بلشت المجازير طبعا هني حكيوا بالمساوات وهني صار في مجازير بقالب السلطنة بتركية يعني حتى صارت طبعا هش برّت الوليات تفسر لك ليش تفسر لك ليش لأن العقل عند الفقهاء أو عامة المسلمين صار عندهم هالموقف أنه طيب أنا ملزم بحماية الكتابة لأن ديني بيفرض علي عامله حافظ على ملكه وعلى حياته ضمن شروط أهل الزمي إذا رفعت نظام الزمي ما عدت أنا ملزم بحمايته هيدا السبب ليش بلشت المجازير واحدة وردتين فإذاً عندنا مرحلتين بتاريخ الشر الأوسط المرحلة الأولى هي حماية الأقليات من قبل نظام الزمي الإسلامي وقت لي رفعوا النظام الزمي رفعوا الحماية عن الأقليات بالإضافة لمفاهيم قومية إجيل والمبادئ القومية أول ما طلعت هي أهمية نقاء القوم من كل شيء خارجها حفاظا على صحتها وعلى مستقبلها فبلشت الإبادات عند كل الأقليات بكل البجتمعات هم بيجيت إبادة الأرمن بعدين بالحرب الأولى إبادة للسريين والأشوريين وهلأ إجيت هاك الإبادات هاي لأن رفعوا نظام الزمي فإذا شفت كيف أنا متل ما بشوفة وهلأ أنا لني معصوم وهيدي مواضيع منا متل مواضيع الحسابية بالحساب إذا قلت أربعة أو اتنين كل عالم بيعرفوا ستة أي شي غير ستة غلط العلوم الإنسانية لا هي احتمالية تقريبية أنا بقناتي إنه هاي دي هي أسباب الأزمة اللي عنا إياها اليوم هل الحل بالأحزاب العلمانية يعني إذا انخلق أحزاب علمانية يمكن لجأوا لبعض لوات الأقليات يخلقوا أحزاب علمانية برك الحزب يعني اللي بيصير علمانية بيحمل أقليات لأن بيصير الحزب هو المئياس أو المعيار هو الحماية يعني بدل القانون إجا الحزب هل بتثبط قضية الأحزاب ولا كمان فشلت؟ أنا برأيي أنا برأيي جربيت ولم تؤتي بالنتيجة المتوخرة كحزب البعث يعني وكـ مثلاً عم نحكي خد حزب البعث هاللي هو يمكن من الأحزاب العلمانية اللي وصت على الحكم يعني عندك الأوميين السوريين الحزب الشيء ما وصوا على الحكم تاني قدر نحكم إليهم وصنوا ببلدين يعني بسوريا وبالعراق يعني ما وين وقفيت وين وقفيت الإبادات الكبيرة بالعراق صارت بس صارت بعض ما صأتت هاي الأحزاب لا وكانت صدام حسين اللي عملوا بالشيعة منا ما كانت هاي مع أنه منا أخليي هون الشيعة لا بس إنه اضطهاد هي اضطهاد فئة في أعتقلك في أضايا تشركي بتصرف العقليات في أشياء طريفي من حواله ثلاثين سنة أول ما بلج تحارب لبنان قاموا عملوا دراسة عن الأشوريين فكنت أنا من اللي عام بتشغل علي نعمل أسئلة فرحنا حد أوتيل ديو هوني كان فيه تجمع نسألوا تل الأسئلة اللي سألني هوني كنتوا قبل ما جيتوا على البنان بقولوا بالعراق طيب حكي لنا أكتر عن تاريخكم بالعراق بيقول لك نحنا جينا على العراق من بحيرة فان شرق الأناضول بالحرب العالمية صار مدابح إجوا على العراق ليه جيتوا على العراق بيقول لأن الإنجليز كانوا حكمين هوني كهميونا طيب قال شو عملوا جدك أو الجيل الأول بيقول لك اشتغلوا مع الليفي الليفي هي كانت مثل ميليشي عاملينها الإنجليز مشان يحموا المعسكرات الإنجليزية طبعا تفهمها بالنسبة للحركة القوية العربية وغيرها أنه هادي أرزال اللي بيشتغلوا باللهي هلأ سنة الثلاثة وثلاثين بيتصير مزرة ضد الأشوريين سحبوا كانوا الإنجليز إجا قائد الجيش بكر يعمل مدبحة ضد الأشوريين انتقابا من هالحادي ايه يعني نطروا يروحوا الإنجليز سيجعوا منهم يومتها البطرق تبع العشوريين رأى عمل من يومتها مركزه بأمريكا الشمالية المهم منكمل أسئلة معهم طيب شو عملوا بعدين؟ بيقلك دخلوا بالحزب الشيوية هم لعما كنا مع الليفيز هلأ صفائنا بالحزب الشيوية هم بيفتش عن ملازق آمن هاي تتطلع بعدين تسألوا ليش الحزب الشيوية ما بيعطيك الجواب بس انت بتقدر تفسره ليش؟ هيدا واحد أشوري شو عنده خيارات بالعراق؟ في عندك حكمة طهدو عنده تعاطف مع المعارضة طيب مين المعارض بالعراق؟ عندك الاخوين المسلمين؟ طيب أنا مسيحي ما عندي محل بيناتهم في عندك البعث طيب أنا أشوري ماني عربي كمان شطب عليك مين بيبقى عنده؟ حزب الشيوية حزب لنه ديني ولنه عرقي دخلوا الشيوعيين طيب كمّل أسئلة معهم وشو عملتوا بعدين؟ جينا على لبنان مع مين انتوا بلبنان؟ بيقلك مع الوطنيين الأحرار كان يومتا حزب وطنيين الأحرار أكتر حزب مضطرف في الفئات المسيحية طيب أول شي بيقتر عملك انه هوا بلا أخلاق بلا مبادئ نعلا ويتمره من الليفي للحزب الشيوع الوطني الأحرار هن لا مستجمين محالون بكل الأحوال عم بيحافظوا عن هويتهم الأساسية هالي هي الأشورية شفت كيف؟ هيدا عند الكل بس بوقت اللي بتسأله بتفهمها بس خارجيا ما حدا بيقلك ايها بهالطريقة فإذا نرجع لسؤالك أستاذ طون لا برأيي العلمني مناحها وحتى عم نطلع نحنا هلا انه بالنتيجة إذا شو اللي بيحزوا بالشغلة إذا صح أو غلاظ هي عمليا إذا قلتلك عندي وصفة ممتازة لوجع الراس بتقول لي حدا أخدها بيقلك ايه أخدوا سفيدوا عليها بيقلك لا صار يوجعوا راسه أكتر بتكون وصف نيحة أو غلط غلط أكيد فبالنتيجة معيارها هي عمليا عمليا ما نحل مسئلة الأقليات حول أحزاب العلميين إذا بدك تسألني شو معقول يكون من الحل؟ هذا هو يعني كنت راح أطرح السؤال بغير طريقة يعني الحل أنه نعيش كمسيحيين لنقول إنه إذا اضطهدوكم في مدينة فهربوا إلى أخرى نلجأ بطريقة إلى الإنجيل إنه يا أخي ما عنا مدينة ها هنا ثابتة نحن هون سيرين برحول مدينة السماوية فإذا اضطهدوكم بمطرح روحوا لها مطرح تاني وما فينا نفوض بنزاع مع هذا هيدا الحل؟ هل الحل بهيدا يعني منروح بطبوية الحل إذا بدنا نقول؟ هلأ لسوء الحل أحينا عم بيكون هيدا الحل هي مشين هيك عندك الهجرات الهجرات بكميات كمية صح مؤخرا كان عنا اجتماع مع سيدنا البطرق الأرتدوكسي عم بيحكي على كيف عم بنصبوا الكنيسة بأوروبا الغربية أربعة متروبوليات أميركا مدريدية ستة سبعة بأسراليا كذا بقى كلنا كان عنا انطباع انه هيدا كنيسة ع طريق الهجرة يعني مثل القاعدة بصالة الانتظار ناطرة طيارة تتسافر يعني لأ من ثلاثين سنة أربعين سنة كان المجام المقدس عندك ست مطار من لبناء ست مطار من سوريا ومطران من أميركا الشمالية هلأ الستة بالستة بعدهم ما هم نحكي اديك دمرك الرعاية بس منصاروا برا يعني بتحسك نيسة ع طريق الهجرة بقى ممكن يكون هيدا فعليا الحل بس هيدا أزال الأقليات بيكون من الشرق يعني انت أخلاية المكان يعني هل المطلوب أخلاق المكان شو الحل التاني برأي نشاطي فيه بلاقي انه فيك تعمل حل دستوري لإله وبيتهيق لي بيتهيق لي المنطقة بها الاتجاه دستوري شو المصود بالدستوري؟ هلأ بيك تعمل نظام فدرالي اليوم عم بينحكى أكتر وأكتر بحلول فدرالية طيب كيف الحل الفدرالي؟ هاديك مرة عم بيحكي أنا واحد قال له يمكن الله يصبع منك بس دخلك ما بصير دم وتهجير أبدا لأن هيدا بتشكرك على المسبة توضيح ناحية كتير مهمية شو المقصود بالفدرالي؟ دائما بينحكى عنا يعني كأننا رجعنا عملنا كل أقلية تقعد تحكم حالة وكل جماعة المسيحية يجوا يقعدوا مع المسيحية دروز روح يقعدوا مع دروز إلى مونيك كل واحدة تضبط وضعها وتحضر حالة تكون عندها صار مثل دفعاتها الخاصة يعني كأنه كينات صغيرة بقلبها الدولة الكبيرة ايه لا مش بي نفس الطريقة التي طرحتها هي الفكرة أنه الانتماءات الأساسية وهيدي واحد بدي يشوفها بمنطقة الشر الأوسط الانتماءات الأساسية منع لاعرقية ولا طبائية ولا شي مثل ما بيجربوا وياخدوا لك النماذج الغربية هي الولاءات الدينية ليش هون ما بيحبوا يحكوا بالإشارة الدينية لأن المسقفين عنا يقتبسون القيم الغربية السقفية الغرب علماني تخطى المرحلة الدينية فكأنه الغربي عم بيقلك إذا أنا تخطيطها بأي حق أنت بتحافظ عليها طيب خي أنا وضعي غير عن وضعه بعدين عمليا هيك بيصير تعطيك مثل خد طرق التصرف طبع الأحزاب العلمانية بتلاقي الأحزاب العلمانية بتصرفوا تمام مثل الأحزاب المنى علمانية يعني إذا بتاخد أماكن السكن إذا أنا بحزب علماني وماروني مش بروح بالسأجير بحي السلوم بتخيق قاعد مع البيئة طبعي خد أنماط الزواج تقريبا تمام مثل غيرهم بالعكس يمكن لكن الناس بيدفن الشيوع بيجيبهم طرين أكثر من العادي بالأخير بشفة هذا الشي بضحي بق أنه بتلاقي بالنتيجة إدعاء خارجي أما الحياة العملية اللي كل يوم بعيشوها هني متله متل غيره طيب فإذا الحل الفيدرالي شو معناته إنه بما إنه هني هيك بيجيشو هل واقع هل الدفاكتو بدي أعملها ديوري الوضع القائم بدي أعمل وضع قانوني وكل دول العالم متجه علي اليوم أغلبية دول العالم فيدراليات لأسباب أقل بكثير من اللي إحنا مرئي فيه طيب شو بتعمل هل بدك تهجر ناس هوني الناحية المهمة هل بحب على برنامجك أطرحها لا ما حدا ما حدا بزيق من محله بيطروا محله حتى شئته خارج إرادته ليش الحل اللي الفيدراليين عم بيفتكروا عليه هون باللبنان هو ثلاثي في عندك باللبنان مناطي واضحة المعالي هايدي هالمناطي إذا كانت شعية كانت درزية كانت مسحية إلى آخرية بتكون وحدة فيدرالية طيب أحيانا ضمن هالوحدة الفيدرالية فيه غير طايفة قديمة بعد ما بيوا فيه ممكن تمام فيه ست سبع ضياء لا سمع هاي نوصل لناحية الثالثة النموذج الثاني هتنقول ست سبع ضياء مسحية بمنطقة شيعا بكسروان فيه ست سبع ضياء أو شيعا كسروان أوكي طيب أو بجبال طيب هاي كيف بتحلها هون يستعملوا الطريقة الروسية بسموها الأوبلاست أوبلاست شو هي؟ معنيتها هالمجموعة هاي دي بتدير شؤونه هي متل ما بدها يعني كأنه عندها بلدية لوحدها؟ هي بلدية أكتر بكتير في هي تعمل تعليم طبعا متلا تنقول هالسبع ضياء الشيعية بجبال بتنجي بتقول أنا بدي أعلم فارسي ما بدي أعلم لا إنجليز ولا عربي خلص بعلموا فارسي الأعيال بيقولوا عيد الميلاد أو عيد الكبير ما نحنا ما قام ما بنقام إنه لا صلب ولا قام عشو بدي أعيد؟ بدي أعيد عشورة عشرتيين هي بتقررها المشروب مسموح أو ما مسموح هن بيقرروا بس هاي عم مزيدة لإنه إيصام يعني صارك هاي مش إنه إيصام هاي دي أي شي شكله هاي دي يعني الحل تفرض عليهم؟ بس أنا معك بس أنا بهاي المنطق اليوم عم نشتغل كلنا كل الدوائر فاتحة هني ما بيجوا على الشغل اللي هنو هاي دي فيها مشكلة ما حلوي بس شو الحل؟ إنه تفرض عليهم يعيدوا بشي ما بيقامنوا فيه تفرض عليهم يبيعوا مشروبهم ضدينهم تفرض عليهم يحجبوا أو ما يحجبوه ضد إرادتهم يعني اليوم كل العالم عم بياخد بعين الاعتبار الحاجات اللي كل المجتمع بيقبله وهي ضمن الديمقراطية فإذا عندك وقت اللي عندك كم ضائعة حلها بالأبلس طيب يجي واحد بيقول أقل من هيك عندي ضائعة وحدة أو عندي حارة بضائعة طيب شو بعمل؟ بهجرهم هاو؟ هولي لا الحل بسموه الأنبوتسبان الأنبوتسبان يعني وسيط الجمهورية ترجموه العربية هيدا نظام لسكندينيفيا شو معنات الأنبوتسبان؟ موظف عنده دور كتير قوي بالدولة حتى إذا استقالت الحكومه هو بيضل الأنبوتسبان يعني عنده كأنه عنده عنده صلاحي وعنده جهاز كبير هيدا وسيط الجمهورية لشؤون الأقليات مثلا هوا المدافع عن هالاقليات حافظ حقوق يعني حافظ حقوق أو بجهاز كبير وعنده سلط التدخل السريع مثلا تنفترض واحد علوي اخذ شقة بيهجوني بيه بحض بكركي بشي بنيي بلزق بكركي طيب هيدا ما رح تعمله اوبلاست وما رح تعمله كمان منطقة فيدرالية للشقة تبعوتين للطابق مطرح مقاعد كيف منحميه بيحميه وسيط الجمهورية مثلا صارت مشكلة بالبنائية اجوا خبطوا كل اهل البنائية كل اهل البنائية فين يرفع دعوة جزائية هيدا هالدرزة او العلوة او من غير دين بيقدر يرفع دعوة جزائية وبراجع الامبوتسما عنده حماية اضافية طيب شو قولك بهذا النظام هيدا يتطبق هلا اذا انا ما بحب يعيش مع المجموعة تبعي معان ما حدا من يعني عيش مطرح ما بده بس بحبوا يعيشوا بهذا الاطار بكون عم بتحللونيها انا برأيي هيدا وفي اتجاهات بالمنطقة ماشي عليها حتى السورية اولا شو بيجمع سورية بكرا بعد كلها الدم العراق هو الفيدرالي بده بس تقسيم توزيع السروية النفطية بس عم بحلوها انا بتصور كل المنطقة ماشي بقى الاتجاه ولبناء كمان بيجمع بس يمكن بالعراق في مسافات جغرافية كبيرة يعني قادرين يكونوا موجودين بس انت صرنا عم نحكي نحنا هون عضياء يعني ما عنا الامتداد الجغرافي مضروري السلسوني مضروري اللي عملت ما عم بقلك بالتقسيم بس انه لكل فرد بدي اعمل له حماية بهذا الطريقة صار في يعني كل في مش هطلوا بوليس عبيته بس انه عنده مرجع عنده مرجع انوني بس انه طيب شعلي شعلي المرجع يعني بقدر يتصل فيه وهديك الجاي الزغري بيتحرق تعطيك حماية وبذات الوقت عايش بيه القيام تبعه ومنه مهدد لان احنا كلنا بنعرف شو صار بالحرب يعني هايدي حلق الى هلق ضمن الحلول تنعمل هايدي على عكل حال انه منه لا مطلوب رأيي ولا حتى مطلوب رأي حدا اتجاه المنطقة فيها لان المشكلة اذا بتسمحني كمان ضيف شغلي فضل النظام العثماني هو نظام فيدرالي طبعا ما كانوا يستعملوا كلمة فيدرالية بس نظام بيسموه نظام الذمي سوري نظام الملل الملل كلمة ملت بالتركي هي مستعارة من اللغة العربية ولكن بالتركي ملت لا تعني الفئة الدينية مثل ملة دينية معنيتها القومية مثل الملة الأرمانية القومية الأرمانية الملة المسحية القومية المسحية والتنظيم الإسلامي التركي اللي قائم على أسس إسلامية انه كل مجموعة بتدير شؤونه ففدرالية بس فدرالية أشخاص مش طوايف وكل فئة بتدير شؤونه رئيسة مسؤول عنها تجاه السلطان فكان النظام فيدرالي وقتلقاجوا الإنجليز والفرنسوية نقلوا نظامهم هني الدولة المركزية العلمانية على المنطقة جمعوا جماعة ما كان لازم بيما يجمعون وقصموا بين جماعات كان لازم ما يقصوا بين هاتون وصفة صراع دائم بين السلطة المركزية قوة الجمع والوحدات هالي هي قوة الفصل بدت تطلع لبرة بدت تطلع لبرة صفة هالصراع بده ينتهي يا إما السلطة المركزية تتغلم على قوى النفور بالحديد والنار بدت تمسحه ديكي تهديهم يما بدت تنتهي قوى النفور على السلطة المركزية تنتهي بدولة فيش ما بتقدر تلمس بالي توازم بيناتها هي عملا حتى النظام الفيدرالي بصير مثل عندنا باكتوظف واحد باكتوظف بباله واحد باكتشنق واحد باكتشنق واحد تتشنق حتى يعني بعد آخر عملية إعدام صارت هنا عند الأربعة ثلاثة عدمه فتكرينهم أربعة طلقيوا واحد ميت منه كان ميت عدمه جابوا واحد بديل عنه طيصيره ما جابوا واحد بس يوم متى إنه خلقت أزمة ضمريكية فعم نعدهم اثنين مسحية ما بيهل واحد ميت بس بالأساس المرسوم لأربعة كانوا اثنين هيك واثنين هيك إنه عم بحكي فيه في عدة حلول خلينا نطلق من ناحية السيجية إنه ما عنا مشكل إنه إحنا ما مرأة البشرية فيها المهم نفتح عينينا ودينينا للحلول اللي نعملين ونتسفيد منها ما نستعمل حلول هيك كتبية إديولوجية طيب إذا بتسمح بنا نروح على استراحة صغيرة وبعد الاستراحة أختي المشاهدين منكمل معكم ببرنامجنا الليلة حاول دور الأقليات في هالشارك خلوكم معنا لبعد الاستراحة راح فيكم مجدداً أختي المشاهدين بحلقتنا الليلة حول دور الأقليات في الشرق مع الاستاذ والخير أهلا وسهلا فيك مجدداً دكتور وعم تغنينا الليلة بها الحلقة عم نطرح أفكار عديدة يمكن ما عنا كلنا يمكن الحل الجاهز إنه هذا هو الحل الوحيد يمكن بدى مجالات للحوار والفكر وإلى ما هنالي ولكن هل الأقل الأكسرية تدرك مجال للحوار بهايك المواضيع يعني اللي مكون أنا أكترية لشو بدي يفتح لك مجال معنا اللي بقوله اللي لازم يمشي طبعاً ما في معا يعني كيف ممكن تتعاطى مع أكترية وهي أكترية هي مش عاوزتك أنت عاوزها بشو بدي أفرض عليا تتفوتني بحل تنحكي بدستور أو بإنون أو بنظام أو اللي بدكي ما نحنا أكترية ليش بنا نحكي مع الأقليين بهالمفهوم هاينا أكيد يعني ما عندي أعتراض على صحة على عملياً أنه هايدي بتكون ولكن بيضل أنا أملي بما أنه انفجرت أوضاع الأقليات بالمنطقة بحاجة لاستقرار والاستقرار بده تدخل دولي إذا تدخلت المجتمع الدولي ساعتها ممكن كتير هو يكون صوت الحميل على الأقلية أما إذا راس براس طبعاً مين الأقلية تقدر تفرض أي شيء على أكترية أما وقت للمجتمع الدولي مجتمع الدولي يعني نقصد الأمم المتحدة أو للمجتمع الدولي شو عم نقصد أوروبا أمريكا ما كل واحدة عم تعمل مصلحها بالنتيجة اي اي اوكي بس بصالحهم ما ضروري تتعارض مع مصلحة الأقليات بمعنى إذا كان أعطاء حق للأقليات يؤدي إلى الاستقرار ساعتها مصحت المجتمع الدولي أن يكون في استقرار تقدر يعملوا استثمارات يقدروا يعملوا عدة إشياء هلأ مين بيعني المجتمع الدولي خليني يكون عملي هي الكتل المؤثرة بالشرط الأوسط إذا بدك سمي بالتحديد هي أمريكا وروسية خاصة مؤخرا لك حاد الروسي عم بيلعب دور قوي جدا هاي دي أنا برأي خاصة هو علاقليات كتيري بالاتحاد خاصة للأقل عنده وعي لمسألة الأقليات أمريكا ما عنده نيها المشكلة قد ما كانت عنده نيها روس لا لا الروس عنده نيها بوضوح أولا عندك نيها تقرأها بتاريخ روسية روسية هي مجتمع مسيحي حدودي إذا تطلع على روسية لجهة الشرق منها عندك العالم الإسلامي ومئتين واربعين سنة يحتلون التتار بذات الوقت هي عندها لجهة الغرب الكنيسة الكاتوليكية وبعدين البروتوستان يعني روسية تاريخها هي كنيسة أرثوديكسية تقاتل لجهة الشماء لجهة الشرق والغرب والروس بفهمه الأوروبيين أنه نحن لأن كنيسة حدودية حفظنا على أوروبا وإلا كان رح يشتحوكم فشوف كيف غير عن المفهوم الأمريكاني أو السويدي أو الأوروبا يعني أنك تتمد على القانون يعني القانون هو حفظ لك حقك أنت بيش بيحاجي لها بينها هون روسية يعانون من هالموضوع أيه الروس بيمحمولهم التاريخي عندهم محمول تاريخي يختلف عن المحمول التاريخي طبعا غيره وما تستيلا هاي في كتير ناس بيجوز يعرفوها بس إجميلة ما بيقولوها إذا بتاخد أوروبا الغربية أو أوروبا كلها أي دول كانت صلبة جدا بالوقوف ضد الطالبين للوجوء إذا بتطلع بتلاقي ما عندك معيار تعرفون في منه بيحكوا سلافي مثل بولونيا في منه بيحكوا تركو أغريك مثل المجاد في منه بيحكوا ألماني في منه بيحكوا كذا وإذا بتاخد الأديان مشكلهم نفس الطايفي يعني فيك هتوليك في أوروبا واتضفوا علمانيين في دول علمانيين شو المشترك بينيتون ما بيضيق أطلاقا اللي كانوا تحت السلطنة العثمانية أو امتداد لإله مثل بولونيا اللي كانوا يروحوا يسبوا النسوين ويبعوهم بسوق إسطنبول هوضي ضد المهجرين لدرجة ببولونيا وقفوا بج البابا وقت اللي قالوا نقبلوا المهجرين ليش عنده المحمول التاريخي إنه عمالك شوي ما حلا ننسى خاصة المهجر مثلا كان عنده المعارضة الشديدة لأن عانت الأمرين من الأفراك نعم بحكي نرجع في المحمول التاريخي روسيا عنده محمول تاريخي بتفهم مسئلة الأقليات ومش بس بالتاريخ مش من فترة طويلة صارت المأساة طبعا أصلا وقت اللي فاتوا قتلوا الأطفال ب32 طفل بحضانة أطفال فإنه المهم عنده هالباعلة إله وانتصاد اللي كانوا بالسورية المسحيين بالسورية إديش بيلاقوا إنه اللي خلصوا هو التدخل الروسي وإلى إجت فترة الجيش سوري عم بيترك الحواجيز وعلى 20 كيلو ما صارت النصرة فليألب الصورة هي التدخل الروسي أنا بتصور إنه روسيا اليوم هو عنصر ما كان موجود قبل وسيلعب دور بغية الاستقرار سيحاول أن يعطي فدرالية للأقليات بس بنشوفنا دول عريقة بالحضارات وبالديمقراطية مثل إسبانيا شوي وعيد قضية كتالونة ورجعت الأقليات تطالب بحقوقها بظل عم نحكي باتحاد أوروبي صرنا ودول فاتوا بعدد سكاني هائل 500 مليون عم يتحدوا شوي بترجع بتطلع أقلية صغيرة بدأت أعلن دولتها نزعة الأقليات موجودة يعني لو حتى عالم الديمقراطي اللي عم نحكي عنه بعالم القانون عم بيلاقوا إنه حقوقهم كمان مهدورة ما لأنه الديمقراطيين صار عنده نوعي لإلى هاي لأن اليوم شو الديمقراطية تحديد بالماضي الديمقراطية كان نقول حكم الأكثرية حكم الأكثرية اليوم لا الديمقراطية هي حقوق الأقلية وإلا إذا استعمل أنا حكم الأكثرية ديكتراتورية صارت هتلر كان عنده الأكثرية ما حدا تهم هتلر إنه ديمقراطي ليش؟ لا ما كان يحترم الأقلية فلا صار عنده نوعي لإلى خد شغل صغيري مثل إن رحت على ألمانيا أو اللي بيروح على ألمانيا في إشي كتير حلوة أولاً ألمانيا كلهم ألمان والفرقات هي فرقات تاريخية أحياناً بين كاتوليك وبروتسان بس إجمالاً الكاتوليك عندهم دولتهم مثل باباريا البروتسان عندهم بروسيا بس هون بتشوف الإحترام مثلاً إن رحت على ميونيخ بتروح على الماريان بلاتس وقبل شفايا بتلاقي تمثيل الجنرالية روح على برلين بتلاقي تمثيل كميلة جنرالية استيشدين هاو الجنرالية كانوا عم بيقاتلوا بعضهم بس بالنسبة لهم بتاريخ ألمانيا هيدا واحد كان بطل بروسيا عملنا له تمثيل بيحربوا ضد البابارية في قائد باباري كان عم بيقاوموا كمان هو بطل باباري يعني في عندك هال هالإناء الوطني بيحفي بيقبال كل هتا تنوعات هيدا الديمقراطية وهيدا اللي بتمنى يوم الايام تصير هون هلا نحنا في لبنان يعني كلنا أقليه إذا بدنا نقول السني لوحده أقليه شي على واحده أقليه المسيحي لوحده أقليه هل إذا تكتلوا اتنام مع بعضهم يعني هل نحنا عم نعيش الفيدرالية بطريقة غير مباشرة يعني عنا نموذج منه ولو سيء إيه بش هيدا مش النموذج الذي يحتذى حجل أخلاح إيه أنا دي يعني أتوخر آمل هو يكون نموذج شدي نموذج معتمد مثل اللي بيعتمدوه بالعالم مثل اللي سبع وقلتلك عنه يعني ثلاث أشياء هيدا بيتحل المشكلة هون يصف عمليا إنه في نوع من طب نحن مش فراضي في التاريخ يعني نحن كمجتمع مثل ما بقول البابا اللبنان هو أكثر من دولة هو رسالة يعني هل وجود بطريقة النظام اللي عندنا إياه هو مثل ما عم نحكي عن فيدرالية فينا نحكي عن نظام اللبناني يكون مثل ولا ما أنه ناجح كثير أنا بشوف هيدا تعبير شاعري اللي قالوا قديس البابا عمليا بالقانون الدولي ما في عندك دولة رسالة في عندك دولة وتحديد واضع لش هي الدولة أنا برتاح للتعريفات القانونية الواضحة أكتر هي بكتير من التعريف الغنائي البابا الغاية منها كان هي ترويئة الأوضاع وبعدها ما تفتكر اللي بلين أنت شوف بعض البرامج اللي عم بتشوفها أنا على التليفزيونات بأوروبا يمنيس بيستعملوا لبنان نموذج كيف بيفرط المجتمع ما هو وقت تتغيّد تتعدى الطوايب مثلا اليمنيس هاللي هيني ضد الهجرات على أوروبا بقولوا لك شو بدنا هيش تصير لبنان نحنا فإذا ما انو هالرسال اللي كل العالم يرنو إليها ما حدا هيك بالعكس إذا استعملوا هيني بيستعملوا لهالطريقة نحن كمسيحي سهل لو قطعتك اللي عم بصير بأوروبا هي تمام تدخل بإطار احترام الديمقراطية التي تقوم على الرضوخ لمشيئة الأقليات يعني كتالونيا زيتها بس طفوة لو عملوا أحصى يوم من الأيام بدها تصير مثل قصة الأكراد هلأ فيه تاكتيكية تقدر تأخرها شوي غيرها بس بالنتيجة إذا أهل كتالونيا بدهم يكون عندهم كيام مسئلة ما حدا بيقف بشو بالعكس محكمة حول الإنسان الأوروبية بتحكم لمساعتهم هيدا أضايا مسلمة فيها ما كان لازم الأمم المتحدة يكون عندها بنت خاصة للأقليات يعني نسيت تحكي عن الأقليات في شرعة حول الإنسان إيه ما فيه بس في عندك شغلة نحنا هلأ عم نركز علىها كتير وبسبعة شهر هيدا مش من فترة طويلة عملنا مؤتمر مع الـ الـ هيدا المؤسسة الأربانية وغيرها وعيسان فاريس وأستحول الإنسان نحنا حاول هاللي جواب على سؤالها فيه اتفاقية بالأمم المتحدة بالنتيجة بتركيز على الأقليات بشكل كافي هي إن عملت قبل بيوم واحد من الإعلان العالمي لحول الإنسان هي الإتفاقية الدولية لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية هلأ الحلو فيها إنه تعريف الإبادة الجماعية عاملين تعريف من أفضل ما يكون شو بتقول مش إنه تبيت شعب بأكبر لو تيكون عندك جريمة إبادة الجماعية هو الإبادة الجزئية تعتبر إبادة كاملة الحس على الإبادة التشويه سمعة مجموعة هي جريمة إبادة الجماعية وهيدا يعاقب عليها القانون الدولي يعني أنا برأيي إذا بدنا نركز وهي للي إحنا بمؤسسة عم نعمل بدل ما يكون عندي مادة بدل ما يكون في عندها 30 مادة يصيروا 31 مادة مش هلأ يعادلوها أنا ضد تعديلة اليوم الوضع الدولي إذا بدنوا يعادلوها بعدلوها بيزعوها يعني مثل المادة 16 اللي بتحكي على المسويد بين رجل والمرأة قبل الزواج اثناء الزواج بعد الزواج هي ما بتمشي اليوم المادة 19 المادة 18 اللي بتحكي بتغيير الدين حريقة تغيير الدين هاي مين بيبايفة إليها اليوم هاي دي عندك الردة نننو أبدا ما يصدعوا الإعلان العالمي لحول الإنسان ولكن نركز على الاتفاقية الدولية لحول الإبادة الجماعية طريقة وضعها ممتازة وهي تكفل كل هالحقوق مثل ما قلتلك الإبادة الكاملة الإبادة الجزئية الحس على الإبادة تشويه سمعية مجموعات بغية هدر إنسانيتها وإبادتها كلها هي موجودة واتفاقية دولية ليه بدي يزيد مادة على الإعلان العالمي بدي وعع الناس على هالحقوق بس يعني إلقي الضوء على هياتها تصير متاحة للكلت بلش يفكروا فيها ياريت تعملها هاي دي من أهم الأشخاص الأشياء اللي ممكن عملها بالوقت الحالي نحنا اليوم نبقش معنا كتير وقت بالحلقة يعني مع معنا شي خمس دقيق نحنا كمسيحيين نحنا عم نحكي من تلفزيون بالنتيجة هو مسيحي وبهمه الرسالة المسيحية هل ممكن نعيش مسيحيتنا بهذا الوضع بالموجودين نحنا فيه في الشرق يعني نحنا ضمن هالأقليات ضمن هذا الخط الإبادي اللي موجود بطريقة أو بأخرى يمكن بعد الوقات فكري مش ضروري يكون بس حربي يعني يكون فكري فيكون حضاري ثقافي إلا ما هناك كمان في إبادات يعني لما بينترك لك مجال لا تباحث بالمواضيع اللي براسك ولا تطرحها ولا تناقشها ولا تنشرها طيب هاي كمان نوع من إبادة بطريقة أخرى طيب إلا دور نحنا المسيحيين نقدر نلعبوا بهذا الموضوع ايه أنا على يقين إننا لدينا دور معلوم حقينا نعم أول شيء المجتمع المسيح العالمي القيادات الدينية المسحية لازم تبدي وعي وتقوم بإجراءات مثلا الاجتماع اللي نعمل بين البطرة كيرل والبابا فرانسيس بهافانا فيه بنود واضحة على الأوضاع المأسوية تبع مسيحيين الشرق وحتى حكوا على أقليات الشرق الأزيديين فهلا هايدي بيعطيك دعم من بره وإلا بإمكانياتنا نحنا كأقلية وأقلية مستضعفة ومنهارة معنوياتها كيف بدك تعمل ونصف محجز الملاطق كيري وبأنظم يمنى ديمقراطية صح مثلا بأوروبا بأمريكا فيك تشتكم بأكبر مجموعة إذا اعتادت على أصغر واحد بأي أقلية دينية بقدر راجع المحاكم أنت مهم تراجي فأنت بحاجة لهالدعم العالمي من كل المؤسسات المؤسسات الإنسانية الحقوقية والدينية هلأ في بدايات لأينا بالنسبة لأينا أكيد يعني الموقف الروحي هو موقف كتير منهم أنا ما عم بقال له أبدا أبدا وعندك بعدين بالإضافة كميل الموقف الليهوتي يعني أنا كتير بيعجبني نظرية الأديث أغسطينوس بكتابه مدينة الله أنا برأيي من أهم الكتب اللي بيعطي مثلا طريقة تصرف للمسيحي بالعالم بيعلك هو كلها عملها ردا على الوسنيين أو الملحدين هاللي كانوا ضد الدين لأن سنة الأربعمية وعشرة سقطيت روما الفندال احتلوها كان صلى سبعين سنة مسحية المعادين للمسحية أخدوها هايدي إنه شبتوها كان زوز حيمة روما ما سقطيت وعك المسيحي مية سبعين سنة وسقاطين بيععمل أغسطينوس يومتها مدينة الله طيب أرجيون إنه روما أو غير روما هي مدن الإنسان ومدينة الإنسان كلها مش مهمة المهم هي مدينة الله فمدينة الإنسان فيها كل النوائز ومدينة الله فيها كل الفضائل طيب بش بيعلك واجب المسيحي يدفوش بمدينة الإنسان باتجاه مدينة الله بس يكون على يقين إنه ما رح يقدر يوصل لمدينة الله المدينة الفاضلة مش موجودة مش موجودة حلق هون المهم فيها السيسوني لو مثلا كل المئيس اللي صارت آخر بتين سنة لو مثلا لينين هتلر كارل مارس ستيلين موتسي تون كانوا أغسطينيين ما كانوا أتلوا ميات الماليين بمسعى لإقامة مدينة الله أغسطينيس قالوا ما بتنعمل مدينة الله شو الشيوعية والنزية بدهم يعملوا مدينة الله طيب ولو ع طريقتهم لو ع طريقتهم اعملوا كلمة الله بس عمال مش مع المثال أغسطينيس قالوا ما بصير مدينة الإنسان منا مدينة الله بس المسيحي بيتفوش بمدينة الإنسان باتجاه مدينة الله يعني كأنك عم تدعي المسيحي اللي يفوت أكتر بالدولة المطرح ما هو موجود يعني إلى الوظائف العامة إلى الفكر كل شي بأيده كل شي بأيده لازم يعمله تدافي على هالحق اللي عنده إياه الشي الوحيد اللي ما لازم يعمله هو يعني هو عم يقضي على حاله الإنكفاء أو التزلف حوض الشغل تاني الإنكفاء بعض أفضل التزلف هو الغلاط لأن التزلف لا بنيق بالمسيحي لا بنيق بالمسيحي التزلف ولا يؤتي نتيجة الشجيعة هي البتواجي نحنا ضوينا حاولنا نبحث بهالموضوع هذا يمكن بعبدو حلقات أخرى وبدو يمكن فيه أفكار متعددة ومتشعب ولكن بيدل يمكن الحل بيد الله بالآخر وهو اللي بيحمي الأقليات هو الحامل الوحيد أنا بدي أشكرك على الحلقة استاذ وائل الخير وبتمنى نرجع نفتح الموضوع بحلقات أخرى أخوتي المشاهدين على أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم باستوضعكم سلام المسيحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة